ده هاني، هاني مشعل من 145-80 كيلو لا مش ممكن بتوجيه الناجح هي الموضوع من راجل كبير في السن لشاب لسه صغير لحليوة لحليوة ورب الكعب هو بس ايه الفاكرة كلها حسن التوجيه يعني ممكن الواحد يجي لي وزنه 145 كيلو لو سنف الكلمة للدكتور بشها تقولك حامل عملية، مانا بس مع كيلو انا جاي دكتور ماجد وزني 145 لفت عدكات بتوع التغذية حتى ملمح وشه، يعني انا حد يائس ومكتئب وانا حد مقبل على الحياة وعيبك سورة ثانية نكون اقل عن النظار هي الفكرة كلها زي ما قلتلك يعني انا هي قصة ادي وزني زي كتر ممكن لو راح الدكتور تغذية بش دكتور جراحة دكتور التغذية خاف ان يخسسه مش عارف ما هي حاجين مع النتاج فيقوله روح يعمل ايه؟ جراحة يعني حتى دكتور التغذية الغير واثق في شغله وغير واثق واثق في نفسه او في علمه، هو لا حيوجه العيان للخطأ روح يعمل عملية وزني زي دكتور نغير جراحة ولا بينج ولا ضعفات ايوه طيب انا قصد اول اسبوع للضعية المياه هل بيمشي على اكل زي لحضرتك ايوه ايوه مشكلة مع ادوية الأسفة مثلا؟ يا حبيب قلبي هي المنظومة بطبها نكحة قصة اكيد ده المعدة كبيرة شوي حبيب قلبي لسه في ادوية هنتكتب يعني بزرحة شابهلك تشبيه حلوة هشتفهميني اكتر واحدة تعاني من النحافة حجم المعدة صغير عندها حتى لو بيجبتها كل امها والتانية هتشبع بسرعة بالزبط فانا كطبيب عايزة اتخنها هعمل ايه كدكتور مفروض اكون خبير في علمي او في مجالي هكتب لها الدول اللي يفتح الايه؟ الشاهية اللي يكبر حجم المعدة ازاي وانا بكتب لها العلاج طب انت هيتجايل ايه؟ وانت جاي عشان هتخني كبينتي وانا فاهم اللي في الشيش بتاع الجسم كان العق صحيح واحدة تخين حجم المعدة كبير احساس الشاهية مفتوح ما بيشبعشي فحكتب العلاج الناجح اللي ييفل الشاهية بس مهم يكونش ليه ايه؟ مضاعفات حكتب الدول اللي يرفع معدل الحر غالبا مية في المية بيكون الناس دولت معدل الحر ضعيف فعايز او اللي يرفع معدل الحر جسم قابل يكون دهون فبكتب دول حاسمها فات بلوكر يمنع يكون دهون زيادة عايز الدول اللي يخش على الدهون يكسر فهي بتبقى منظومة ناجحة في العلاج الطبي اللي بكتبه بس المهم العين يرفع من العلاج ده يكون ناجح ملوش مضاعفات حتى لو اخدوا سبعين سنة وحتى يوم بيبطلوا مش هيرجع كالي مع نظام تغذية ناجح معايا واحد اتنين تقاطى اربعة نظام تغذية ناجح ده هنزلك وهنزل كده من 45 لتبنين ده ما شاء الله يعني 65 كيلو ومكلمش معايا خمسة شهور معايا يعني حتى بتقعوا الجراحة انا سمعتها في حالة بيخسسهم بالجراحة التدبيس والتكميم ستين كله في سنة هل بتقوله بقى الدكتور إلعب رياضة بتقوله ايه مشي كتير؟ ولا رياضة هو حترقل على رجل هي قبتلك هي القصة كلها بلا غرور هي بس ثقة في الاسمارات على الأول وما أخيرا معايا هيتاخدي مني منظومة نكحة ازاي تفقدي وزن معايا ازاي بقى حولك حاجة مش واحدة في تلفزيون قليتك خاصة اللي هي ما بالك بقى بتجي العيادة بكتبلك كل حاجة منظمة صح واقوفي على دماغك كل اسبوع بالمتابعة والرعاية والتخطيط والمراجعة مش هتخسي طبعا هي الموضوع كله فتحت مؤت خنت اقفل بقى بعلم مش بجهل عشان اخسي 65 كيلو في 65 شهور ومن غير مضعفات هل ممكن اتخيلي لو قلتلي كلامي بأمانة مني ده عامل عملية ده مانصر واحدة عامل عملية اكيد لا لا طرح مش شكل عامل عملية ووح مسمعنا على الطبيعة هي واحدة هي تكلمت قالت قد ايه دخلت في متاهات من العملية لا بص على الشكل العام خلينا بس واقع ايه ايوه لو ده عامل عملية هتلاقي ايه صمر تحت العين وعني دخلها لجوه واخدوده دخلها وصحته ده بسم الله مش عامز العفيت ما شاء الله يا بكتوري ايه لا انا عزل الثقة يا جماعة ما ديه النقطة يعني دايما اي حاجة بقولها بديتها حاجة طبية حاجة نجحة طبعا ايه بيقولول يا فالكوترول هيقعد الوقتي في البحث لا 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 زي الفن ومش عزل بالحلي ده بخلص بقاله سنة ما شاء الله ما شاء الله طيب خلينا ناخد البيب انا لو بكلم بحماس بحماس بش اكتر من كلمة ومن قلبي فعلا عشان اوصل معلومة للناس ان فيش حد ما بيخسش يا جماعة وبعيد برضو عن الجراحة والمضاعفات والكلام ده مع حسن التوجيه وحسن الالتزام